بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الاختبار الاول لسنة تانية سنوي في كورس المراجعة اللي احنا ان شاء الله بإذن الله عاملينه وهو عبارة عن 15 امتحان على احدث مواصفات نزلتها الوزارة وان شاء الله بإذن الله مش هيخرج براهم الامتحان يلا بينا ننطلق مع بعض ونبدأ مع بعض الامتحان الاول السؤال الاول بيقول ايجيبت is investing more مصر بتستسمر على فكرة كلمة invest يعني تستسمر مصر بتستسمر بشكل اكبر not energy في الطاقة الاي not energy sources في مصادر الطاقة الاي هنكمل مع بعض such as مثل solar الشمسية and nuclear energy والطاقة النووية طب مصادر الطاقة الشمسية والنووية دي بنسميها مصادر مستدامة sustainable هنختار letter c sustainable هي الإجابة الصحيحة mary not the new job with a party for family and a friendless ماري عملت ايه بالوظيفة الجديدة بتاعتها بانها عملت حفلة مع اسرتها واصدقائها اكيد ماري احتفلت يحتفل يعني celebrate فهنختار celebrated letter a هي الإجابة الصحيحة السؤال الثالث we had a note with the waiter about the bill عن الفطورة يا ترى ليه as it was very high لأنها كانت عالية قوي فكان فيه بيننا وبين ال waiter argument argument يا جماعي عن نقاش جدال حصل بيننا وبينه نقاش وجدال ومنقشة على الفطورة لأن الفطورة كانت عالية قوي كلمة bill بال i يعني فطورة وبال i يعني جرس تخد بالك من الفرقة ما بينهم سؤال number four بيقول in some parts of africa في بعض اجزاء افريقيا او مناطق في افريقيا people are still using الناس ما زالت بتستخدم letters خطابات as a note way of communication كطريقة الى التواصل طب الخطابات تعتبر ايه تعتبر طريقة تقليدية للتواصل traditional traditional يعني تقليدي letter c هي الإجابة الصحيحة our team فريقنا was very bad كان سيء جدا we didn't not win the match ما كناش نستحق أن نفوذ بالمباراة كلمة يستحق يعني deserve deserve letter d هي الإجابة الصحيحة whom على فكرة كلمة whom زيها زي هو تمام من بس هوم يعني من بتسأل عن المفعول يعني لما أقول لك هوم كأنني بقول لك مثلا مين اللي انت بتلعب معاه مين اللي انت بتنتظره مين اللي انت بتاكل معاه مين اللي انت بتروح معاه المدرسة وكأنه في مفعول وأنا بسأل عن المفعول whom are you waiting not هنا أنا محتاج أعرف هو wait يعني ينتظر بياخد حرف الجر A wait يعني ينتظر بياخد حرف الجر 4 يبقى wait for letter C she not take this medicine because she isn't ill لأنها ما كانتش عيانة فطبعا بما أنها ما كانتش عيانة ما كانش لازم ما كانش ضروري لم يكن من الضروري أن تأخذ الدواء ما كانش ضروري أو ما كانش لازم but doesn't have to لم يكن ضروريا أو ما كانش مضطر نعمل ده I am not keen on كلمة keen on يعني متحمس قوي ليه أو شغوف به أو بيحب حاجة قوي فأنا ما كنتش متحمس قوي للفوتبول for me أو أنا مش متحمس في المضارع I am not keen on football for me بالنسبة لي it is not important sport بالنسبة لي هي الرياضة الأقل أهمية الأقل أهمية the least the least طبعا حضرتك عارف أن important صفة طويلة والصفات الطويلة في التفضيل اللي هي اللي هي لما نقول أنه الأهم أو الأقل أهمية ففي الصفات الطويلة بنستخدم في الحالة دي the most لو أنا عايز أقول أنه هو أكتر حاجة مهمة أو the least عشان أقول أنه أقل حاجة في الأهمية فهنا هقول the least important الأقل أهمية I have got a job in London أنا عندي وظيفة في London so I not there هناك for the next three years لمدة الثلاث سنين القادمة كلها يعني هفضل طول مدة الثلاث سنين القادمة هناك هفضل بشتغل ده اسمه مستقبل مستمر اللي هو عبارة عن will be زاد الverb زاد ing will be working letter d هي الإجابة الصحيحة number ten father didn't find any tickets أهو بابا راح وملقيش أي تذكرة he not have bugged earlier كان المفروض يحجز بدري هنا أنا بلومه وساعة ما نحب نعمل اللوم أو التقنيب بنستخدم should have والتصريف الثالث أو بنستخدم shouldn't have والتصريف الثالث لو أنا عايز أقول ما كانش المفروض تعمل ده بس هنا بما إنه كان المفروض يبقى should should have والتصريف الثالث you not to buy a ticket you will be friend find it هتتغرم if you take the train without one هتتغرم لو أخدت القطار بدون آه يبقى أنت من المفترض أنت لازم تحجز تذكرة لأنك لو ما عملتش ده هتتغرم طب فين كلمة من المفترض are supposed واحد يقول لي طب ما هو are meant تنفع أصدو mean لها استخدامات كتير قوي غير من المفترض دي واحدة من الاستخدامات دي إنه إحنا بيقول ممكن نستخدم are meant زيها زي are supposed بمعنى من المفترض بس طالما الأصل موجود اللي هو are supposed يعني من المفترض موجود خلاص يبقى هو الأصل اللي هو اللي هنشتغل عليه اللي هو are supposed the star النجم not difficult to see النجم بيكون صعب إنك تشوفه unless the sky is very clear لو السمى مش صافية قوي طب هنا أنا عايز أسأل حضرتك فاكر unless يعني إيه آه unless يعني لو لم اللي هي تعتبر زيها زي f بس منفية طب ليها حالات f آه زيها زي f تمام في حالة صفرية وحالة أولى وحالة تانية وحالة تالتة كويس جدا يبقى أنا هنا بسأل نفسي هي هنا if أو unless اللي قدامي دي حالة إيه قالك النجم مش هنشوفه لو السمى مش صافية دي حالة صفرية حقائق علمية كويس الحقائق العلمية أو الحالة الصفرية if مضارع بسيط أهي اللي هي is طب النص التاني اللي هو قبلها بقى برضو مضارع بسيط يبقى is برضو كمان مرة يبقى letter a هي الإجابة الصحيحة we not leave on Monday نمشي يوم لتنين if it is snows snows today هنا بعد if مضارع بسيط بعد if مضارع بسيط ومش حقيقة علمية يعني مش حالة صفرية يبقى دي حاجة من الممكن أن تحدث يبقى حالة أولى حالة أولى يبقى will will muster will have to يبقى we will have to هنكون مضطرين نمشي يوم لتنين لو الدنيا مضطرت سلجا أسلجت يعني خالد is expecting بيتوقع خالد his friend is not very soon يوصلوا حالا السؤال هنا بقى expect يعني يتوقع بييجي بعدها إيه محفوظة expect من الأفعال بيجي بعدها to والمصدر بيتو arrive letter d هي الإجابة الصحيح the museum not at 10 tomorrow morning as usual كالمعتاد المتحف هيفتح الساعة 10 بكرة الصبح كالمعتاد دي اسمها موعيد سبتة موعيد سبتة ليه الموعيد الجداول الزمنية السبتة بنستخدم معها المضارع البسيط الفعل zs في حالة المفرد أو الفعل بدون إضافة في حالة الجامع فهنختار letter a opens القطعة وهقولك إزاي نتعامل مع القطعة بشكل صحيح أولا علشان نحل القطعة صحي لازم تمشي على اللي هقولك عليه دلوقتي ده ومش هقوله غير المراتي عشان تبقى فاهم بس إنه مش كل فيديو هقودة صدعك بالحكاية دي بص يا سيدي أول حاجة في القطعة انسى إن فيه حاجات كلمات صعبة لإنه طبيعي هيبقى فيه كلمات صعبة طب و أنا هعمل فيها إيه دي ولا يهمك خالص شغل عندك مهارة اسمها مهارة الجسنج التخمين اقرأ الجملة وفي وسطيها الكلمة وتوقع دي ممكن تطلع إيه وهتطلع غالبا صح وزا ما عرفتش تتوقع سيبها خالص ومش هتأثر على المعنى ما تقلقش بس الخطوات اللي لازم تمشي عليها وإنت بتحل القطعة رقم واحد اقرأ الأسئلة الأول إيه أقرأ الأسئلة آه يا فندم اقرأ الأسئلة الأول لإنها بتدي لك background بتدي لك خلفية عن الموضوع اللي جاي تتكلم فيه أو القطع اللي هتقراها فلو قريت الأسئلة الأول هتحس إنك وإنت بتحل القطع بعدين موضوع سهل طب بعدين أعمل إيه قالك الخطوة رقم اتنين بعد كده بعد ما بتقرأ الأسئلة الأول الخطوة التانية إنك بتقرأ إراية سريعة من خلالها بتحاول تعرف الحكاية دي عن إيه طب بيقابلني كلمات صعبة عادي عديها ولا يهمك عديها ولا خم لا لا المراتي في القراءة الأولى سنحن نقرأ مرتين في القراءة الأولى عديها وكأنك مش شايفها عادي جدا إنت بتحاول تاخد فكرة عن الموضوع طيب كويس بعد ما خلصت القراءة الأولى دي اللي هي بتاخد لها دقيتين تلاتة أعمل إيه قالك كده انت تقريبا فاهم الأسئلة بتقول إيه وفاهم الحدوتة بتاعت القطعة بشكل كبير على الأقل لستين في المية مثلا تمام هعمل إيه بعد كده هقرأ قطعة تفصيلا حتى حتى كده وهحاول أفهم الكلمات الصعبة أو أخمنها وهحاول من خلال قراءة القطعة أستنتج إجابات الأسئلة اللي أنا هقابلها بعد شوية اللي كنت قاريتها من شوية دي القراءة التانية يبقى دي الخطوات لو عملتك كده هتلاقي نفسك حتى لو السؤال حسس إنه صعب ورخم بس هتلاقي نفسك تقريبا جاوبته صح لأنك مشيت على الخطوات اللي أنا بقول لك عليها دي خطوات موثوق فيها مية في المية تعال دلوقتي أنا وإنت هنقرأ مع بعض أنا هقرأ لك أنا هسيبك دلوقتي توقف الفيديو وتقرأ أنت الأسئلة لوحدك بس بعد ما تقرأ الأسئلة طب أنا هقرأ الأسئلة من إيه يا مستر حضرتك البي دي اف بتاع الامتحانات دي موجودة عندك على المنصة حالية موجود يعني حضرتك تقدر تفتح البي دي اف ده وتقرأ براحتك وتشوف الامتحانات زي ما أنت عايز طيب بعد ما هقرأ الامتحان هعمل إيه يا أرأ الأسئلة هعمل إيه هتقرأ القراءة الأولى طب أنا القراءة الأولى دي هقرأ معاك أنا هقرأ دلوقتي معاك القراءة الأولى دي عشان أنا وإنت مع بعض كده إيه ناخد فكرة عن القطعة وهسيبك إنت بعدين توقف الفيديو مرة كمان وتقرأ القراءة التانية اللي فيها تقني دي بالراحتك خالص طيب تعال نقرأ القطعة بتقول إيه I am one of those people who aren't أنا مش هترجم على فكرة أوكي ركز معايا لأن أنا مش هترجم حاجة لأنه لازم تتعود أنك تحل القطعة من غير ما حد يترجم لك I am one of those people who aren't for spending too much of our money on the study of space I don't mean that we should stop studying space Of course Of course I only want to direct some of the much money spent on space research to studying other fields and places that I think are much more important and profitable We spend billions of dollars to study the sun and distant starts We should stop this and study the oceans instead They cover nearly 70% of the earth Oceanography is more important than space science It researches processes that directly affect our lives For example we release tons of waste into the oceans every day every year Oceanography oceanographers who specialize in various fields can tell us the results of pollution on marine life marine life on the chemistry of the seas and on the currents movements of water that affect currents movement of water that affect climate We know that in different parts of the seas distinctive forms of life have evolved There are even living things that don't depend on the sun for energy Maybe we can learn something useful by studying them There are vast areas of oceans especially in the desert water in the deepest water that are unexplored This is where we should be researching not the stars كده إحنا تقريبا أنا وإنت مع بعض عرفنا القطعة تتكلم عن إيه تمام كده بس إنت محتاج تقرأ قطعة تاني وقف الفيديو دلوقتي رقطعة واحدة واحدة كده ووهد على نفسك وفهم الموضوع عملا إزاي وبعدين ارجع تاني يلا معايا نشوف الأسئلة المفروض إن حضرتك دلوقتي معايا في السؤال الأول what is the main idea of the passage إيه هي الفكرة الرئيسية للقطعة القطعة دي إيه الفكرة الرئيسية فيها هو بيقول studying space is a waste of time دراسة الفضاء مضيعة للوقت لا هو ما قالش كده طيب بي studying oceans and seas is more useful than studying space أو الحقيقة هو قال كده بس هنقرأ برضو سي ودي ونشوف studying deep seas is useful ماشي saving money is necessary توفير فلوس أصلا خالص حاجة ضرورية لا هو مش بتكلم عن فلوس هو بتكلم إن دراسة البحار والمحيطات أهم من دراسة الفضاء بي يا رب تكون اخترت دي معي if we study oceans we may explore more about marine life تعرف يعني مارين لايف الحياة البحرية هنعرف أكتر عن الحياة البحرية أوه لو درسنا المحيطات هنعرف وهناستكشف الحياة البحرية طيب نشوف الإجابات التانية بس يا ايه الأقرب ما فيهاش أخطو we may pollute the environment هل لاوس البيئة لا طبعا they can be distinctive هاتبة مميزة لا طبعا they can be unprofitable unprofitable يعني من غير فايدة لا فايدة منها لا طبعا يبقى ايه we may explore more about marine life طب which areas of seas and oceans do you think are impossible to study إلا مناطق اللي impossible مستحيل تستادي تذكرها أو تدرسها فين إيه الحية اللي مستحيل تدرسها حاجات العميقة قوي challenger deep deep يعني عميقة challenger deep يعني اللي فيها عمق يتحدى الآخرين طيب oceanography research مالها تعمل ايه oceanography research الأبحاث اللي على المحيطات دي processes that directly affect our life حاجات بتأثر على حياتنا ولا chemistry of seas تعريفها ايه تعريف تعريف الدراسة دي هل هي بتأثر على حياتنا ولا هي كيمياء البحر ولا stars النجوم and deep water ولا processes that don't affect ما بتأثر على حياتنا لا طبعا اي دراسة مفيدة بتأثر على حياتنا بشكل إيجابي يبقى letter a affects that directly affects our life هي الإجابة الصحية it can be inferred كلمة inferred دي كلمة مهمة وعايزك تعرفها من الممكن استنتاج from the writer's words من كلمات الكاتب نقدر نستنتج that much money is spent on the study of oceans and the stars and the seas لا ده هو زال اننا احنا بش بنصرف عليهم كثير a lot of research is done on marine life لا ده هو زال اننا مش بنعمل عليهم research studying space is more important اكثر اهمية than the study of marine life لا ده هو عايز العكس we should spend more money on studying oceans أيوة كده المفروض نصرف فلوس اكتر على دراسة المحيطات والبحار letter D هي الإجابة الصحية which of the following sentences is the writer's comparative point ايه الحطة اللي عملها الكاتب فيها comparative comparative يعني مقارنة الكاتب عمل مقارنة هنا مش مساواة مش آز وآز لا مقارنة عشان كده احنا كده كده هنطلع اتنين برة يعني طالما قلنا مش آز آز يبقى بي ودي طلق برة هيتفضلنا A ولا C هل هو قال اكثر افادة من دراسة اللي فضاء اهم ده هو قال ان دراسة المحيطات اهم يبقى letter A هي الإجابة الصحيحة studying oceans is more profitable than studying space السؤال اللي بعده the last paragraph آخر فقرة دي الزوز بتتعامل مع لو حضرتك قريت آخر فقرة كويس هتلاقيها هتتكلم عن الحياة البحرية آآ آآ أنواع الحياة البحرية اللي موجودة اللي هي different marine lives according عايزك تحفظ الكلمة دي according to the passage تبقى لما ورد في القطع تبقى لكلام القطع للكاتب دراسة الفضاء لأ هو شايف إن المواضع دا مش مهم أشان نجرى في هو الحل أكيد هو مش حل كل المشاكل يعني فلا ما هو مقالش كده رجل هو مش بيرفضه تماما كمبليتلي دي يعني تماما فهو مش بيرفضه تماما حقيقة آآ هو مرفضه شو قال لك يعني أنا مش بقول إن إحنا نوقف دراسة الفضاء هو قال كده في القطع ولكن يعني نخلي نوجه بعض المال اللي بندرس بالفضاء إن إحنا نوديه على دراسة المحيطات والبحار طب تعال نشوف أنا شايف نسيه صح بس تعال نشوف دي برد بيدينا فلوس دراسة الفضاء لا دا بيصر الفلوس كتير قوي لا يبقى كده الاختيار سي آآ هي الإجابة الصحيحة نوصل مع بعض للترجمة أول واحدة في الترجمة بتقول طبعا الترجمة الاختياري آآ في ناس مخدودة منها لا لا دا أنا هقول لك على طريقة دلوقتي يدخل لك الترجمة الاختياري دي أسل سؤال عندك يعني أنت هتحب الترجمة الاختياري هتبقى نفسك بقى ايه لامتحان كله وبها ترجمة بص يا سيدي الترجمة الجملة بتقول ايه هلأ أول حاجة بس هقرد ترجمة كلها هقرد جملة كلها بالانجليزي طب يا مستر أنا ههمل ايه اللوقتي ما تقراش للعربي لا استنى اتقل قسم القطعة اللي انت قاريتها للوقتي الجمل يعني مثلا هقول بس اوقع في لغاية ابيديميكس دي تعال eine بقى نبص على الاختيارات بص على ايه يشهد العالم الكثيمية الاوباء طب بص على بيه يشهد العالم الكثيمية الاوباء طب بص على سي شاهد العالم الكثيمية الاوباء شاهدة في الماضي طب هو هنا في القطع بيقول ايه في المضارع بس مبدئيا كده سي طلعت بره علشان الغالطة دي. تخيل يعني انا كده خرجت واحدة برة اه. تكمل شوف. يشهد العالم الكسيم الاوباء دي مزبوط. يبقى المنافسة حاليا عندي ما بين اي وبي ودي. عظيم جدا. تعال بقى نكمل. كرونا فيروس باناديميك. مثل جائحة فيروس كورونا. تعال نشوف ايه? مثل جائحة فيروس كورونا. طب تعال نشوف بي? مثل جائحة فيروس كورونا. طب تعال نشوف دي. انا مش هبص على سي خلاص. مثل جائحة فيروس كورونا محدش خرج. لسه نكملين. تعال نبص نكمل باقي الجملة. which has killed يعني قتلى. الذي قتلى millions of people. قتلى ملايين الناس. تعال نشوف ايه? الذي قتلى ملايين البشر. مضبوط. تعال نشوف بيه? الذي اصاب. واحد يقولي تمام صح? لا يا بيه. قتلى غير اصابة. اصابة دي يعني اصابهم بس ما متوش. لكن هو بيقول killed. يبقى طلع طلي بيه بره علشان دي. حلو جدا. تعال نشوف ديه? الذي اثر يعني دون فلوس. اثره مين يا بيه? ده الناس الناس بتشهد. طب عظيم جدا. تخيل انا كده عندي تلاتة خرجوا برة يبقى فاضل ايه? واحد يقول لي بس. يبقى ايه هي الايجابة الصح? اقول له بس مش صح انك تعمل كده. اقرأ بقى الجملة الاول اللي يكون انت مش واخد بالك من حاجة. كمل كده للاخر. واثر على الاقتصاد العالمي بشدة او بشكل خطير. طيب. واثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي مزبوط جدا. يبقى ايه هي الايجابة الصحيحة? دي الطريقة اللي انت لازم تمشي بيها في كل مرة هتلاقي ترجمة. لو عملتك كده في كل مرة هتلاقي نفسك الترجمة بالنسبة لك سؤال مضمون وسهل جدا. تعال انا مش هشرح لك طبعا التفاصيل دي كتير. خلاص مش هدوشك بيها في كل فيديو. بس انا عايزك تبقى تعمل كده كل مرة. يلا بينا نروح على السؤال اللي بعده. تعال نشوف سؤالة هي مش هينفع نقسمها يا كلها اصلا جملة صغيرة يا. العالم الذي يعاني فيه الناس. انا بس عندي اعتراض. ايه اللي اعتراض? قالك العالم الذي يعاني. فيش كلمة يعاني اصلا. تمام? فيه الناس من الجوع. برضو فيش كلمة الناس يعني. هو قال عالم جائع على طول. فيبقى ليه كل الرغي داي? بقى ايه طلات بره? تعال نشوف بيه. عالم جائع لا يمكن. مش كده? لا يمكن. لا يمكن ان يكون عالم سلمي ابدا. انا شايف ان بيه ما فيهاش اخطاء. بس لازم اقرأ سيو دي برضو. العالم الجائع يمكن? لا. هو قال لا يمكن. واحد يقول لي ما هو حط يمكن? انا لا. ما فيش حاجة اسمها كده. اسمها لا يمكن. يبقى سيه غلط. طب بصت على دي. عالم جائع يمكن ان يكون? لا ده مش نافي خالص. يبقى بيه الاجابة الصحيحة. عظيم جدا. يتطلع كل مصري مخلص ان تصبح مصر الدولة الاكثر قوة ورخاء في العالم بأسره. طيب تعالك كده معي. اولا لازم اقول لك على حاجة. مصري مخلص. مخلص دي صفة. كلمة مخلص. لايل صفة. لازم تتحط قبل ايجيبشين. يعني انا وانا بتكلم هقول الاول. افري لايل الاول وبعدين ايجيبشين. كويس? يتطلع الى اللي هي لوك فورورد تو. وبالمناسبة لوك فورورد تو بييجي بعدها الفعل زين جي. لازم. طيب. تمام. تعال ان بص بقى. افري لايل ايجيبشين لوك فورورد تو. حلو جدا. ايجيبت بيكم. ادي الغلطة. انا عايز بعد لوك فورورد تو بيكمينج. طيب. ايه بره? افري ايجيبشين لويل. اه هنا الغلطة. ايجيبشين الاول وبعدين لويل لا. انا عايز لويل الاول وبعدين ايجيبشين. ادي الغلطة. شوف انا بطلع على الموضوع بره من قبل ما اكمل. طب تعالوا الاكثر رقائم في العالم بقى سره. انا مش شايفة اخطاء. طب تعالوا نشوف دي. افري لايل ايجيبشين لوك فورورد تو ايجيبت بيكمز. ادي الغلطة هي. يبقى دي غلطة برضو علشان ما يحط ليش. بيكمينج. يبقى سي هنا هي الاجابة الدقيقة الصحيحة اللي في الاجابات التلاتة اللي بعدها. ما من شك في ان السعادة هي الهدف. الذي يسعى جميع الناس الى تحقيقه. مبدئيا كده عايزك تحفظ معايا ان ما من شك يعني. زيرز نو داوت. زيرز نو داوت. وعلشان كده ايه طلعت بره عشان بيقول لك زيرز اداوت. يو يا تشك. طيب. ثانيا ما فيش حاجة في اللغة الانجليزية اسمها زيرز نو داوت ان. لا يا بشا هو انت عايز تقول لا يجا تشك تقول ذات ان. يعني مفيش ان في الانجليزي عندي انا عارف ان في العربي بنقول فيه لكن لا يجا تشك ان كزا بندخل في الموضوع على طول. فما بنقولش ان. وعشان كده. ودي اللي فيهم ان غلط. ويبقى الاجابة بيه بس انا هكمل للاخر. مظبوطة جدا. فشوة لغلطة. بالشكل ده يبقى خلصنا للمتحال الاول. وطبعا زي ما انت شايف الموضوع ممتع ولزيز. عايزك تركز معايا كده. وتتعود على الحل وتشوف الطرق اللي انا شرحت لك بيها ازاي تحل القطعة وازاي تحل الترجمة لانه ده مهم جدا. دي مواصفات الامتحال ده شكل الامتحال يجيلك في اخر السنة ونص السنة. عايزك تركز معايا كده وتذكره كويس. وتستنى الامتحال اللي بعده. بحبكم في الله. بشوفكم. دايما على خير. الى اللقاء.